اشتركوا في القناة منها فصل الاستجمام والرحلات الطبيعية وما إلى ذلك الأمر الذي يتطلب منك التوفر على بعض معدات التصوير البسيطة جداً مثل هاتف ومثل عصاء السيلفي حتى لا تحتاج لشخص آخر ليصورك طبعاً الحال فكرت في شير عصاء السيلفي وبحثت الأسواق المحلية وجدت يعني بأن أجود عصاء السيلفي متوفرة ثمنها 10 دولارات كما أن طولها لا يتجاوز 1.2 متر كما أن جودتها ضعيفة لا تستطيع حمل أكثر من وزن الهاتف لذلك فكرت في شراء عصاء السيلفي يعني بطول أكبر مثلاً مترين أو ما إلى ذلك فوجدت بأن ثمنها يبلغ 30 دولار وهو ثمن كبير صراحة بالنسبة لعصاء السيلفي لذلك بعد ذلك أو بعد أيام وأنا أتجول في السوبر ماركت من أجل شراء بعض الحاجيات اليومية بعدما مررت في المكان المخصص لمستزمة التنظيف وعسي المكنسات وما إلى ذلك لاحظت يعني عصاء مكنسة شكلها رائع جداً وفكرت في أن أقوم بصناعة عصاء السيلفي يعني عصاء السيلفي يعني بجودة كبيرة جداً من طلاقاً من عصاء مكنسة لا يتجوز ثمنها الثلاثة دولارات طبعاً حلم الأشياء التي سوف تشاهدها في هذا الفيديو قد لا تجد مثلها لكن سوف تأخذ فكرة يعني إذا كنت ترغب في صناعة أو الحصول على عصاء السيلفي يمكنك أن تصنع واحدة بنفسك وبسهولة تامة فقط يعني يجب أن أتأخذ الفكرة من خلال هذا الفيديو فقط ابقوا معي إخواني ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك إذا شباب هذه عصاء المكنسة التقليدية الموجودة في كل البيوت ليست بحاجة إلى أي تعريف وهذه عصاء المكنسة التي اشتريتها فيتشبهها إلى حد كبير لاحظوا معي يعني لسا هناك أي فرق لاحظوا معي الفرق إخواني أن هذه العصاء يعني مصنوعة بجودة عالية مصنوعة من مادة الألمنيوم لاحظوا معي أكثر من ذلك أن بها خاصية المادة يمكنك مدها كما تشاء بإداء الشكل إذن هذا هو طول عصاء المكنسة العادي لكن يمكنك مدها كما تلاحظون من أجل الوصول إلى السقف وما إلى ذلك حيث معي تصبح طويلة طويلة جدا حيث معي يعني وأكثر من ذلك أن جودتها عالية وتمانوية تجوز تقريبا ثلاثة دولار وطبعا الحال الميزة الإضافية التي أثارت انتباهي هي هذه الخاصية لاحظوا معي حيث يمكنني أن أقوم بتدوير الرأس يعني بالزاوية التي تناسبني كما تلاحظون إضافة أنها تأتي مع هذا الرأس البلاستيكي الذي يركب هنا بهذا الشكل وقبل أن أتمم هذا الفيديو الكثير منكم يسأل من أين سأحصل على عصامي كنسة بهذه الجودة بهذا الثمن الرخيص ببساطة أخي أين كان البلد الذي تعيش فيه فإذا توجهت إلى المساجر الكبيرة في مدينتك أو السوبر ماركت سوف تجد بأن هناك أنواع متعددة من عصى المكنسة وعموما بحكم أن هذه العصى مخصصة للكنس أو لا أعرف ماذا يسمى بلغة عربية وليس للتصوير فبطبع الحصة فتجد بأن ثمنها الرخيص جدا رغم أنها مصنوعة بجودة عالية جدا كما قلت لكم يعني لا يتجوز ثلاثة دولار فقط إذن نبدأ على بركة الله الخطوة الأولى بالنسبة لشخصيا يعني بحكم شكل هذه العصى سوف أقوم بإزالة هذا الرأس البلاستيكي هكذا إذن إخواني عندما يتعلق الأمر بمجال التصوير سواء أردت التصوير بالهاتف يعني المحمول فأنت بحاجة إلى هذه القطعة التي تأتي مع عصى السيلفي يعني يركب مع الهاتف في هذا الشكل كما سرون هكذا إذن هذه العصى وهذه القطعة عفواً فيتحتوي على هذا المنفذ هذا المنفذ تذكروا معي جيدا إخواني ونفس المنفذ الموجود يعني في الكاميرات الكبيرة يعني نفس المقاس ونفس المقاس أيضا متوجد في الكاميرات الصغيرة يعني أي كاميرا في العالم أو أي شيء له علاقة بتصوير دائما يأتي مع هذا المنفذ وعندما يتعلق الامر بهذا المنفذ اخواني يعني فالامر ببساطة فانت بحاجة الى برغي يعني برغي عادي جدا فهو يركب يعني في هذا المكان الشرط واحد اخواني ان هذه البراغي دائما فيتأتي بمقاسات انت بحاجة الى برغي بمقاس 8 يعني فقط وكل هذه البراغي فيبقية 8 سوف اختر هذا لانه جديد وطوله مناسب جدا ونحن لسنا بحاجة فقط الى البرغي بل ايضا الى السددة التي تكون بنفس مقاسه يعني كل هذه الاشياء فهي موجودة بوفرة تحضوا معي هذه القطع المستعملة في فرامل الدرجة الهوائية فهي غنية جدا عن التعريف سوف اقوم بازالة هذه القطع الدائرية او المعدنية يعني لانها مناسبة جدا لي في حالة لم تستوفر هذه القطع اخواني فيمكنك ببساطة استعمال اي قرص معدني دائري بعد الشكل المتقوب من الوسط اذا سوف اعود الى رأس المكنسة هذا اذا باي ادات سنتي بوك سوف اقوم بعمل ثقب في الرأس كدا واخيرا نأتي بالبرغي واقوم بوضعي في الداخل كدا بحيث يخرج من الامام بيداء الشكل ثم نحن بحاجة الى اي قطع دائرية التي تتحدثنا عنها سوف اختار انا شخصين هذه اقوم بادخالها بسرعة ثم اقوم باغلاق يعني سددة البرغي كدا ثم اقوم باغلاقها يعني باحكام تام حتى لا تسقط الكاميرا ثم سوف اقوم بتجربتها ثم كما ترون يعني فهي ثابتة بشكل جيد لان البرغي من نفس المقاس الآن سوف اعيد القطعة يعني الى عصاء المكنسة بكل بساطة بتبعت حال بوجود هذه الميزة يعني اصبحت بامكانها يعني ان تكونها بهذا الشكل بعد ذلك انا بحاجة الى اي باوربانك يعني الشحن المتنقل خاص بالهاتف سواء حجم كبير جدا او حجم يعني صغير انا بالنسبة للشخصين سوف اختر هذا الحجم لانه يناسبني وسوف تعرفون عفوا يعني الهدف من هذه الباوربانك اذا سوف اقوم بتركيبها يعني قريبا من رأس عصاء المكنسة يمكنك الاستعانة فقط بالشارط اللاصق مثلا اذا اخواني هذا هو هاتفي بعدما قمت بتركيبه يعني مع اعصاء المكنسة هذه لدي هذا كامل الشحن يعني موجود بوفرة لديه جميع المنافذ او جميع الرؤوس يمكن ان شحن الايفون الهواتف الكاميرات اذا هذا هو الهدف من هذا الباوربانك حيث اقوم بتركيبه هنا في حالة يعني نفاذ شحن الادات المستعملة في التصوير يعني اثناء التصوير يمكنني ببساطة انا قم يعني بربط الهاتف او الكاميرا ويعني الشحن والتصوير في نفس الوقت من اجل ربح الوقت اذا لاحظوا معي شباب هذه اجود يعني عصة سيلفي يمكنك شراءها من السوق يعني ثمان وها هو عشرة دولارات تقريبا بالنسبة لطول هذه العصة اخواني فطولها الاقصى يعني عند قياسها هو متر فاصلة عشرين سنتيمتر اكثر من ذلك اخواني انها ضعيفة جدا لاحظوا معي لا يقابل الكسر في اي لحظة بالتالي مع عصاصيل في ضعيفة كهدف انت لنت تستطيع ان تغامر بوضع هاتف من الحجم الكبير مثل هذا يبلغ وزنه تقريبا لاحظوا معي مئتين وثلاثون يعني جرام وزنه كبير الاكثر من ذلك عندما نتحدث عن كاميرات الاحترافية فوزنها لاحظوا معي كبير جدا يعني ما يقارب الكيلو جرام يعني 800 جرام يعني فهو وزن كبير لا يمكن لعصى مثل هذه ان تستحمل مثل هذا الوزن بالتالي فتركيبك لكاميرا مثل هذه في عصاصيل فيك هذه يعني بانك سوف تفقد او تخسر الكاميرا بسبب السقوط وذلك بطبيعة الحال اضافة الى طولها المحدود جدا والقصير يعني كما اخبرتكم ليه يتجوز متر وعشرين سنتيمتر بينما عصى السيل في هذه التي صنعناها من عود المكنسة فطولها مذهش جدا 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 لاحظوا معي اكثر من مترين يعني يمكنني ان اصور النجوم لاحظوا معي طويلة للغاية والان لاحظوا معي عصى المكنسة هذه تستطيع يعني حمل كاميرا بوزن كيلو جرام تقريبا بسهولة ما دون الخوف ان الانكسار او ان تتحطم الكاميرا وما الى ذلك لانها ببساطة متينة لانها صممت من اجل الاعمال الشاقة ببساطة لاحظوا معي وكميزة اضافية احببت ان اوضيفها ربما تذكرون هذه القطعة التي الرخيصة جدا التي اشتريتها من موقع بانكود تأتي مع الريموت كنترول يمكنك تدوير اي شيء يعني في الاتجاه الذي تريده وبالسرعة التي تريدها يعني حتى السرعة عموما هذه القطعة سوف اترك لكم رابطها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو لاحظوا معي يمكنها حمل اوزان تقيل جدا وبسهولة تامة اكثر من ذلك انها قابلة للشحن ببساطة بما انها ايضا تأتي بهذا المنفذ في الاسفل سوف اقوم بتركيبها في عصى السلف او عصى المكنسة التي صنعتها حتى اتمكن من التصوير بزاوية 360 درجة اذا الان شباب ليبقى الناسي ولا اتوجه الى الخارج من اجل تجربة هذه العصى لرؤية طريقة تصويرها فقط ابقوا معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة